اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس المجلس بالأعضاء منوها إلى أن الاجتماع يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية بما يضمن السلامة العامة واستهل المجلس والاستهل جدول الأعمال بالاطلاع على إيجاز بشأن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطوارئ وبرنامج إعداد السجل الوطني للمخاطر 2024-2028 وغيرها من الموضوعات التي بحثتها اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية حيث أكد معالي وزير الداخلية على تشكيل لجنة لإدامة وتطوير مراكز الإيواء وتوفير متطلباتها وفق المعايير الدولية وخلال الاجتماع تم بحث السبل الكفيلة بمواصلة تطوير المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي تم تدشينها في الثالث من نوفمبر 2023 وبلغ عدد الزيارات التفاعلية للموقع ما يزيد عن 30 ألفا بالإضافة إلى الإقبال على المنصة للتسجيل في برنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني وفي هذا السياق أكد معالي وزير الداخلية رئيس المجلس أهمية الإسراع باتخاذ الخطوات التنفيذية لبرنامج التطوع مشيدا بمعدلات المتابعة للمنصة الوطنية سواء من داخل البلاد أو من خارجها لما تتضمنه من تعليمات شاملة عن السلامة العامة ومشيرا إلى أهمية التركيز على توفير أدوات السلامة في المنزل واستخدامها في حالات المخاطر أو الحوادث بما في ذلك حالات التلوث الإشعاعي لا قدر الله وأشار معاليه إلى دور الأجهزة والمختبرات المتخصصة في قياس جودة الماء والهواء وفحص عناصر البيئة بشكل عام وإصدار تقارير عاجلة بشأنها في إطار العمل على حماية المواطنين وتقديم الحلول البديلة لمخاطر التلوث الإشعاعي لفتا كذلك لأهمية زيادة التمارين الوطنية وتنفيذها بمشاركة مختلف القطاعات ووفق فرضيات واقعية وأهداف محددة كما تضمن الإجاز الذي تم استعراضه خلال الاجتماع العمل على ألية وطنية للرسائل التوعوية والتحذيرية الخاصة بالطوارئ من خلال رسائل ثابتة تغطي جميع المخاطر والتهديدات بخمس لغات بالإضافة إلى إعداد خطة عمل بالتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعزيز الاستعداد والاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية 2023-2026 بعد ذلك اطلع مجلس الدفاع المدني على إجاز بشأن موسم الأمطار من حيث الإجراءات والتحديات والتعامل مع مواقع تجمع مياه الأمطار وبلاغات الطوارئ حيث أشد معالي وزير الداخلية بالجهود التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع بلاغات الأمطار من جهته أشد سعادة وزير الأشغال برد الفعل السريع من جانب وزارة الداخلية في التعامل مع المشكلة لفتا إلى دراسة هذه المواقع والعمل على معالجة الأمر بصورة جذرية فيما دعا وزير المواصلات والاتصالات إلى أهمية تحر الدقة والاعتماد على النشرات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية ترجمة نانسي قنقر